اشتركوا في القناة فيه عدد كبير المباحثين في مجال الديانات بالنسبة لي انا اعتقد بين الموضوع هو فيه مبالغة كثيرة ويقترب من فكرة وجود مقدس او كائن علوي مختلف او كائن داخل الانسان هذا هو الذي يحرك الانسان باتجاه الانتماء الديني او الايمان الديني هذه الفكرة هي تتضاد تماما مع الفكرة الاقتزالية او الفكرة التي تفسر كل الظواهر عن طريق الثقافة والتجارب والتقاليد وتطبق القوانين العلمية او تفكر بطريقة منهجية علمية وتحلل الدين على هذا الاساس يعني تختز الدين بانه هو جزء من الثقافة جزء من الاقتصال جزء من العامل الصراع الطبقات فهذا كله يفرز ما نسميه دين بالنسبة لها النظرة الاختزالية لكن نظرة مرسيا اليادية لاقت الكثير من الترحيب خاصة لانه مجتمعات باغلبها تحاول ان تتصالح مع الدين لانه تعرف بانه التصادم مع الدين سيؤدي بها الى عدد كبير من او يعني خسائر لا يمكن احصاها بسهولة لانه الدين عادة المتدينون هم لهم الصوت العالي وهذا الصوت العالي هو الذي عادة ما يكون له الهوية الغلبة في اي جدال لانه لانه التقافة العامة والرأي العام عادة ما يكون ليس بالرأي العقلاني وانما بالرأي العاطفي وهذا بالتأكيد سمع الاهتمام الطبقات او القادة الجماعات البشرية على اختلافهم ومنهم لديهم مصالح ولديهم رغبات بتسيطرة على الناس والتحكم بهم فبالتالي عادة ما يكون تكون رغبة الجمهور ولا عقلانيته هي العام المتحكم وليس الرغبة المفكرين والمثقفين في ان يجعلون هذا الجمهور واعيا بحقيقة ما يجري من حوله وهذا كله يولد بعد ذلك الصراعات كبيرة ما نقوله عن مرسيا الياد مرسيا الياد بهذا السبب عندما طرح فكرة المقدس وقال بالضبط يعني فرضيته باختصار هي قال بان الديانات تؤنى بالتواصل مع المقدس والتعبير عنه هنا نتساءل ماذا يقصد المقدس ما هو هذا المقدس يعني كلام عام غامض ما تفهم اوكي احنا نريد مشكلة الدين نحلها ونفهم ما هو الدين نأتي بفكرة المقدس والتي هي اصلا فكرة تواصلت عن طريق دوركايم وأوتو وهو وسع المفهوم وحاول ان يضيف اشياء كثيرة الى وقدم جهد كبير بهذا المجال لكنني اعترض على جوهر نظريته وهي التي تقوم على ان هناك مقدس او ان الكيان الحقيقي يسميها ان هناك كيان حقيقي هذا الكيان الحقيقي هو الذي هو مصدر الديانات لدى او الاحساس او مصدر التجربة الدينية لالانسان عموما وهذا الفكرة انا اعتبرها فكرة هي غيبية اخرى تستمد من نفس النظرة الدينية للامور اه آليات عملها وتفكير فهذا اعتبر انه انت تحل مشكلة وتضع مشكلة اكثر تعقيدا واكثر غموضا من المشكلة السابقة يعني ماذا يعني ان تقوم من الدين هو هو الله مثلا او هو التفكير بوجود روح اخرى يعني روح اخرى اوكي لكن ما فرقها عن وجود ان هناك مقدس يؤمن به الناس هو نفس الفكرة يعني ما الفرق غيرنا الكلمة وغيرنا المعنى وغيرنا الشخص الذي ينطق بهذا الموضوع بدلا من يكون كاهن او عراف او رجل دين اصبح رجل علم وباحث وفكر لم نافع شيئا بالمناسبة هي ايضا فكرة الكيان الاساسي او الكيان او المقدس هي تقوم عليها كثير من افكار خاصة الباحثين العرب والمسلمين دائما يعتمدون على يروجون لخطاب مرسيليات لانه اما لانهم مؤجبين به او لانهم يجدون ان هذا الخطاب ممكن ان يحظى بالقبول لانه لا يستطيع ان يقول بان يتعاون مع الدين بطريقة اختزالية منهجية تربط الدين بالظواهر الاخرى داخل الجماعة البشرية مثل ما قلنا تربطها بالاقتصاد تربطها بالدين تحصيبها الثقافة بالسياسة بالقضايا الاساسية داخل المجتمع او الظواهر الاخرى الموجودة داخل المجتمع ماذا يقول ايضا يقول ان هناك كيان حقيقيا بالفعل يعني هو كهذا التأكيد المرسي يا الياد يقول هذا الكيان حقيقي موجود بالفعل قائم بذاته ويجربه الناس او يتعرضون له في التجربة الجزئية فبالتالي هو المقدس موجود خارج الزمان والمكان في حين ان الثقافات والديانات تفعل في الزمان والمكان يعني هذا كل اللي يحصل هو موجود هذه الثقافات والديانات موجودة لكن هناك شيء خارج الزمان والمكان تخيلوا يعني هذا يؤكد كلام منه ما الفرق بين ما يقوله اريادو وما يقوله او هيكلية الخطاب الديني بشكل عام وهو خطاب غيبي ولا علمي بطريقة فما يقول ايضا ويقتصر عمل ماذا يقول ايضا يقول ويقتصر عمل الدراسات الدينية بالنسبة الى الباحث على اشكال التعبير عن المقدس في جزء من الواقع في الزمان والمكان اي في الواقع الجزئي للثقافات العينية المختلفة طبعا هنا بعد ذلك عندما يبدأ يطبق هالمسألة الياد ويبدأ يقارن بين الديانات ويصنفها ماذا يفعل يختار ما يلائم نظرياته وتصنيفاته واهمال ما لا يلائم هذا التصنيف يعني هو نوع من التقائية التقائية انه يختار الدين الذي يجبه والذي لا يجبه يتركه اللي يهمنا الآن ماذا يقول لنا اللي يهمنا ان الياد هو رفض هذا اختزالية العلوم المجتمعية وربط الدين بمسألة انه الى علاقة بالواقع الإنساني الى علاقة بالاقتصاد الى علاقة بالسياسة الى علاقة بحياة الناس لكن هو اصر الى النهاية على انه هناك عناصر جوهرية في الدين لا تختزل هناك شيء خاص خارج يعني ما بقى ما بقى لا يقول انا مؤمن انتهى الموضوع وطبعا هو يعني يعني اصراره ممكن يقول انه هناك شيء لا يختزل داخل الدين لكنه الاصرار على انه موجود خارج الزمان والمكان وان هذا الكيان السياء الاساسي موجود داخل الانسان هذا لا يعني انه هو موجود شيء غيبي او غير مطلق او غير مفهوم لا انا بالنسبة ليقول انه الانسان هو القطيع الانسان يحتاج الدين لانه لا يستطيع الحياة بدون وجود ما نسميه دين هذه الرابطة الاجتماعية تربطه بالناس هي ما يعوض عن الكيان الاساسي او المقدس الذي يتحدث عنه مرسي الياد وآلاف الباحثين في هذا المجال انا اقول هناك مثبت او ثابت كل انسان لا بد ان يكون لديه ثابت ما لكي يفكر لكي يعمل لكي يقوم بايشيء اي كيان سواء انسان او غير انسان اي كان حي لا بد ان يكون لديه منطلق او ثابت او منطلق للتفكير او للقيام باي فعل اي عملية واهية تطلب الصدور عن ثابت او تثبيت فعملية التثبيت تجري بشكل تلقائي داخل انسان واعتباط ايضا لكن الدين الادان المعاصرة والمتطورة او التي نجحت في البقاعة تا يومنا هذا وبسبب تطورها وتفائلها مع الفلسفة مع الفكر خاصة بعد ظهور اليونان الفلسفة اليونانية ظهرت الديانات التوحيدية كان رجل تفعل على الفلسفة اليونانية وعلى العقل مفاهيم العقل والتفكير العقلي العقلاني خاصة من الحكماء الثلاثة الارستو وافلاطون وصقراط فهذا اده هذا التحدي لظهور ديانات توحيدية ديانات توحيدية حولت فكرة المثال عند فلاطون الى فكرة الله والله اصبح هو الواحد الموحد الذي هو فيه الخير كله وهو فيه كل شيء وهذه المثالية تطبقت ولكن بالحقيقة الانسان هو بحد ذاته هو كائن ليس منفردا هو كائن لديه جان نحنوي هو المتغلب عليه يعني احنا انسان ليست لديه هوية انما لديه نحنوية ما معنى هذا القصد اقصد ان نحنوية الانسان هي التي تشكل جزء الاساس فيه انوية الانسان وهويته الاصلية وليس الهوية التي يمنحها الاخر هوية الانسان الاصلية هي التي يجري قمعها دائما عبر التاريخ وبسبب ظهور الانديان الانديان دائما ترفض وجود هوية للانسان انما نحنوية دائما تطالبه ان يكون مسلما مخلصا في دينه مسيحيا مخلصا في مسيحيته المعنى هو ليس لنفسه لا توجد مسيحي داخل الانسان لما يولد انما تزرع فيه وهذه التي تزرع فيه هي هاي اللي يسميها النحنوية او القطيعية وهذا الثابت الذي يبحث عنه اي اي كان حي والانسان عندما يولد يبحث عن هذا الثابت الذي ينطلق منه وهذا الثابت يجده في الجماعة التي يولد بين ظهرانيها فبالتالي هو الانسان يولد داخل الجماعة لا يمكن ان يعيش انسان بدون وجود جماعة ان وجده اه بدون اه كيف يولد يعني لا يمكن ان لا يبدا من ان يكون من نسل ام واب وهذا هالاب والام ايضا لديهم اه مجتمع يعيش حولهم اه يتبادلون الحقائق والله فانا نقول انه انسان ينفصل عن مشيمة الام الطفل ويخرج ليرضع من صدر الام غذائه وبعد وايضا يبدأ اه يرضع من سدي او اه مشيمة المجتمع الذي يولد فيها الجماعة التي يولد فيها تحديدا وليس المجتمع المجتمع ظاهرة ما بعد دينية ظاهرة اه يرفضها الدين و اه يرفضها كلية لا يوجد دين يقبل وجود بيقبل بوجود مجتمعات لانه اصلا الدين هو القطيع حسب تعريفه بالتالي لا يمكن ان تكون مجتمع هو القطيع واحد والكائن الموجود داخل القطيع هو كائن بضرورة ان يكون هو نحنوي اي معنى انه يتغلب تتغلب نحنويته على هويته فبالتالي عندما كلما اه نشخص الاخر نقول هذا مسلم هذه هوية صحيحية هوية من عندما نقول هذا هو هذه صفتها لكنني لكنه يجب ان يكون مسلم بالازاء القطيع يجب ان يتصل بهذه النحنوية انا اه عندي مصطلح النحنوية شرحت في فترة سابقة واندي حلقة اه يعني دراسة موسعة حول هذا المفهول اللي قصده انه اه كيان الاساسي الذي اتحدث عنه السيد اه مرسياليات وتناقله كثيرون بعد ذلك هذا مسألة غير منطقية وادل رجود عليها اه مشرحته في اه حلقة اللي اه اثناء الدين في في وجهة من وجهة نظر ماركس وفرويد اه اشرت لهذا الموضوع شكرا اكمل الجزء الثاني للموضوع واتناور قضية انه انه هذا التأريف الاختزالي هو صحيحا يعني انه هناك اه لا نستطع ان نختزل الدين في ظاهرة ثقافية او دينية او ظاهرة اقتصادية لانها اصلا هي مصطلحات او مفاهيم جرى ابتكارها حديثا حتى مفهوم الدين نفسه جرى ابتكارها يعني يعني مفهوم الدين وليس الدين اه خاصة عندما يتكر في القرآن والكريم وغيره اه فهالدين مفهوم الدين ومفهوم حديث ظهر بعد بعد ان اتضح الفصل بين العلماني والدين حتى العلماني نفسه كان هو يعني جزء من الدين لكنه عندما تطورت الامور العلماني اكتشف بعد ذلك بانه هو انه انه في غنى عن الدين يستطيع ان ينفرد بنفسه اه مثل يعني اه علمته الرماية بعد ان استدعوا دهور اماني فالعلمانية هي ايضا اه خرجت من رحم الدين لانه لابد لانه الدين هو انا قلت القطيع في القطيع لابد ان يكون يديه تصور لكيان القطيع وهذا ادامة هذه الصلة فعندما اه يبدأ هذا القطيع يكتشف العالم يحتاج انه يعرف الاشياء التي حوله يعرف يعني الحاجات المادية الاساسية لكل قطيع ولكل انسان اه كل كان حي يحتاج اكل شروب يحتاج اه علاقات جينس اه يعني حياة كاملة اه انتباه على المخاطر التحسب الوقاية يعني اه بعض الحيوانات الكائنات الصيد البشر عموما يعني يحتاجون صيد يحتاجون زراعة فالعلمانية موجودة يعني النظر العلمانية للعالم ولا لا اقصد العلمانية بال بالاكل والشرب لا اقصد النظر العلمانية للعالم انه فهم العالم ومعرفة وزياد الخبرات بهذا العالم والنظر الى العالم بادوات العالم يعني بمعرفة أدواته وليس بطريقة دينية أن هذا العالم مجرد هو وحي إلهي وما إلا ذلك يجب أن نكون واقعينا داخل هذا العالم فعدما أنا نيجي نتحدث عن أن هناك نظرة اختزالية أنه الدين هو ظاهرة ثقافية أو فنية أو سياسية أو سلطوية أو ما أو وتبر هذا لا يكفي أن هناك كائن أساسي كما يقول مرياض لكن هذا هذا كان موجود داخل الإنسان وداخل كل كان حي هذا كان حي لا بد أن يكون لديه ثابت ينطلق منه وشكل له مرجعيا هناك رأي آخر لدى جون هيك جون هيك أيضا هو من داهوتي توفق قبل تقريبا عشر سنوات أعتقد أدى طرح خاص به هو ما أخذ مفهوم النومين وحاول أن يعني نعرف قطع دابر قطع رأس الميتافيزيقي كما يقال وانتهى موضوع أنه هناك فكرة وجود معرفة أو إمكانية لإثبات وجود إله أو إمكانية لأي إنسان أن يعرف أكثر مما يستطيع أن يعرف هناك حدود للعقل حدود للفهم حدود لأي إنسان لا يمكن تجاوزها لأنه إنسان هذه قدراته وهذه حدوده هناك كباست أو سعة يعني سعة محددة لإمكانيات الإنسان العقلية فلا يمكن أن نتخطى عالم الظاهر إلى ما هو النومين أو الجوهر كما يقول كما يعني الجوهر والعرض عند أرستو فاللي أريد أن أقول أنه لا لا نستطيع أن نستعيير طريقة الفيزياء في تعريف الأشياء أنه مثلا كل شيء نعيدها إلى ظواهره الأساسية أنه المادة موجودة من مركبات مركبات مختلطة بطريقة كيميائية فيما بينها متفائلة وهذه المادة وكل مادة هناك أنصر وكل أنصر هو متكون من بروتينات وبروتونات ونيوترونات وأيضا هناك داخلها أيضا كواركات والكواركات أيضا جسيمات هيك وغيرها من هذا النوع لكن عموما هذا التعريف اختزالي ويعني خلينا ندخل في دوامة لا نهاية لها وكما اقتضح من خلال الفيزياء بالتالي أنه أن نقول هنا من غير المجد الآن أن نختزل الظاهرة الدينية على الطريقة العلمية أو التي تحيل أشياء الظواهر الظواهر الثقافية والاقتصادية وأيضا من غير المفيد أن نحيل هذه الظاهرة الدينية أو الدين إلى المقدس وهذه كلام عام وبلاغي وأيضا مشابه للفكرة يعني يعيدنا إلى الظاهرة الميتافيزيقية التأويل بطريقة متافيزيقية وهذا مفهوم المقدس وهذا أنا ضد هذا المفهوم تماما لكن أنا أقول بأن هذه المسألة هي داخل الإنسان موجودة وهذا المثبت هو الموجود وهو الذي يجعلنا نتخلص من هذه الحلقة الدائرية التي عندما نعرف الدين نعرف الدين بالدين نفسه فعندما يقول الدين هو هذا إيمان فما فعلنا إنسان يؤمل بالمقدس كأنما أنت تقول الدين هو إيمان بالمقدس وظاهرة اجتماعية فأنت أعادت التعريف بطريقة دورانية وهذا الطريقة لا يمكن الخلاص من هوية يعني مشكلة الباحثين هذا بصراحة لكن هي هكذا يعني ماذا أنا فعل وهذا نفسه أنا اللي قلت أنه مثلا أنه الدين ظاهرة اجتماعية أو المجتمع أو الجماعة هي ظاهرة دينية وليس العكس يعني الدين هو القطيع الكلي لكل جماعة بشرية سواء هذا القطيع كان يأخذ صفة الدين أو يأخذ صفة العلمانية أو أي صفة كانت كلية شمولية فهذا الدين الشمولي يسمى التسميات المختلفة قديما يسمى جماعة عشيرة قبيلة يسمى إله يسمى تسمى دولة دولة حديثة دولة قديمة سلطنة هذا كله هو هذا الذي يشكل الصورة العامة للدين الدين هو هذا بدليل أنه لا نجد إنسان لا ينتمي إلى دين وبالوقت بالمعنى النفس أيضا لا يوجد إنسان لا ينتمي إلى دولة في العالم المعاصر لا يمكن لا يوجد إنسان لا ينتمي إلى مدينة لا مكان سلطة انتماءات لا نهاية فبالتالي لا يستحيل أن نجد إنسان ليس لديه اسم وليس لديه جنسية خاصة به وليس لديه لغة خاصة به وهذه كلها مجموعة انتماءات لا نهاية لها هذا هو الدين كل إنسان بالمنطق هذا لديه دين لديه انتماء الانتماء هو هذا الذي أستعيض به عن المقدس والثابت أنا أقول عندما تنتمي أنت أجريت قمت بعملية تثبيت هذه عملية تثبيت هي التي أسميها دين كل عملية تثبيت وعملية تثبيت إجبارية وليست عملية تثبيت يعني أنت اختاريتها لابد أن تولد على طريق فأنت حتى أنت تضع أي شيء وأني تضعه لا تستطيع أن تضع أي شيء بالفراغ لابد أن تضعه في مكان محدد وهكذا الإنسان لابد أن يضع نفسه في مكان ما إن عجز عن وضع نفسه في مكان ما سيجد نفسه موضوعا في مكان ما أو على ثابت ما تفكير الإنسان أيضا مسألة الوعي إذا ناقشناها الإنسان أيضا عندما يفكر فلابد أن يثبت نفسه بالبداية كيف أن تفكر لابد أن تضع نقطة انطلاق إن لم تضع نقطة انطلاق الوعي الإنسان هو افتراضيا يضع نقطة افتراضية للانطلاق وهذا مسألة وإلا فسيضع كل شيء بالتالي الدين وأي عملية تعريف بالمناسبة هي عملية نفي يعني أنت عندما تعرف أو تؤسس أنت تنفي الآخر أو تنفي العالم المختلف أو أنت تضع حد بينك وبين الآخر هذا هو اللي يخلينا أدنا حدود حدود الدين تلك حدود الدين فلا تقربوها حدود الله فهي مجرد أن تضع عملية تعريف تقول هذا مسلم خلص وضعت عملية تعريف نفيت ما سبق نفيت كل ما عدا هذا الشيء فعندما تعرف الدين أنت حدفت آلاف الأشكال الأديان الأخرى لكن الصحيح هو أن نثبت الدين بمعنى أنه هو القطيع أو الثابت القطيع على المستوى الجماعي الثابت على المستوى الفردي وهذا الثابت مستأنه يبحث عن أي شيء افتراضي لابد أن لم يوجد ثابت فأنت ستخلق ثابت وستؤسس دينك الخاص وأن وجدت ولدت أو تطورت مع الزمن وآمنت بالجماعة التي ولدت فيها فستتعلق بالثابت الذي هم يؤمنون به وهذا الثابت فيه ضواهر طبعاً فيه ثابت أنواع من الثوابت هناك الثابت مثلاً الهندي الدين الهندي الثوابت الدينية الهندية الثوابت الدينية الكونفوشية أو الصينية ثوابتهم تختلف عن ثوابت التوحيدين التوحيدين دائماً ثابتهم انغلاقي كهفي يعني يرفض الخارج فعندما يتورط يتكور على ذاته ولا يقبل وجود أي شيء آخر مختلف عنه ودائماً لديه حملية صراء بينه وبين الآخرين والمحافظة على كهفه العزيز والذي يعتبره هو الحل الوحيد يعني هو الخلاص فيه المسلم كذلك هو يعتبر انه الكتاب والسنة وهذه الأشياء هي كلها ثوابت ثوابت الدين هم يسموها حتى من اسمها اسمها ثوابت والخالد والله الخالد وهذه كلها أشياء ثابتة والصمت هذه كلها كلمات وعبارات وتعبيرات ثابتة يونيك يعني لا يمكن كل شيء خاص بهم والعالم كله متغير وسيع والإنسان روحه متغيره أي شيء متغير يجب أن نقلل من شأنه ونتخلص منه لصالح هذا الثابت وهذه الثابت الفردي يتم تقتله وتصفيته تماما لأنه ما دام ذات فذات لديها حاجات خاصة فبالتالي يجب أن نتخلص منه فهو كل ثابت موجود داخل كل إنسان وهذا الأشياء هو الذي يمنع من وجود ذوات منفردة وهذا اللي سمح بانستمرار الإنسان وتواصلي حتى يومنا هذا بالتالي الثابت العام هو الذي يتغلب على الجميع لكن الميزة الثابت الذي لدينا بعد ذلك نحن سواء أنواع الثوابت وتداخلاتها وتفاعلاتها بينها وبين الثابت والمتغير الثابت الإنساني أقصد والثابت الديني أو الثابت الحيوي لا صحيح التسمية الثابت الحيوي موجود داخل كل كيان وهذا الثابت الحيوي هناك الثوابت جمعية الثوابت قطيعية وثوابت بعد ذلك الصنف الصنف الثابت الانفجاري والثابت الانكماشي يعني الثابت الاسلامي والتوحيد عادة هو ثابت انكماشي يعني مثل البالوعة بل يبلع لا يرفض كل شيء إذا الدخل عليه شيء يجب أن يجب أن يرتسم بمعالم الثابت الذي يدخل إليه يعني كل شيء يجب أن يتحول إلى مسلم ولا يتم رفضه يتم عزله لأنه لا يعتبر من ضمن الثوابت الدين الصيني غير شكل يختلف الصيني والهندي يقبل كل شيء ليش؟ لأنه الثابت مالته هو موجود في كل مكان هو ليس مغلق الديانات الهندية والديانات الصينية ديانات منفتحة لكنها بالحقيقة أيضا منغلقة لأنها تقوم على ثابت أساسي وهذا الثابت يتقبل الانفتاح يعني ليس ثابت مغلق وبينه وبين الآخرين حدود مطلقة إنما له والعالم بأكمله بالنسبة له هو ثابت فيعتبر أنه وجود داخل هذا العالم هو ثابت بأكمله وهذا السبب يخلي الصين خاصة دولة منفتحة والشعب الصيني شعب يعني لا يحتاج أن يخرج للعالم لكي يثبت ثوابته لأنه أصلا يعتبر نفسه جزء من هذا العالم العالم كذهن ولا أقصد أنه هو بالنسبة لما يعتبر نفسهم عالم خاص بهم والآخرين كلهم برابرة هذا الفهم العام لكنه بالنسبة لهم قدما يأتي أي شيء من الخارج أي ثقافة أي فكر أي ثوابت عند الآخرين يستوعبها الثابت الذي تغذيه الثقافة الصينية التي بدأت من أيام كونفوشوس وتاوية لهذا السبب أيضا نشوف الديانات الصينية تستطيع الثواحدة ما بينها الهندية عدتها نوع من البوذية خاصة تحولت إلى نوع من الأنف لأنها تمس قريبة على جو الديانات التوحيدية وأيضا هناك عامل آخر للديانات الهندية عامل التنظيم العالي والطبقية العالية التي جعلت هناك مستويات منفصلة تماما بين مجتمعاتها وأدت إلى أن تختزل العقيدة الدينية أو تحيدها بينما هي منفتحة جدا هنا نعرف عندما نذهب الثابت العلماني الثابت العلماني يقول العالم مفتوح والعالم هو موضوع بأكمل عبارة عن موضوع وهذا الموضوع يجب أن نبحثه بأدواته يعني الثوابت العلماني هي الثابت يقول لك أنا الثابت لا أفترض ثابتا خاصا به أنا الثابت الموجود الذي يحتاجه هو العالم نفسه أن أتقبل هذا العالم كما هو فهذا الثابت بدأ من أيام اليونان النظرة يعني بذور هذه النظرة التي تعتقد بأن هناك قانون ثابت يشمل الجميع وهذا هو السعي الذي بدأته 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 الفلسفة اليونانية عندما قالوا هناك مصدر أولي لكل شيء بدأت من طاليس بدأت فكرة يعني انطلقت الفلسفة منذ تلك اللحظة قال هناك هناك أصل لكل شيء أصل لكل شيء هو الماء بعد ذلك أجي هرقليطس وبارمنيدس وغيرهم كل واحد أيضا أجيهم الجوهر الواحد وغيرها راحت من بالي الفلاسفر أمهم بعد ذلك أجي قال هناك المثال أجت النظريات الرياضية أجي قال هناك عدد ونغم بدأت تكتشف حقائق أكتشفوا حتى الرياضيات هي أصلا هي فكرة علاقة بالثوابت أنه هناك هناك قوانين رياضية تحكم العالم حسب في ذا غورس هذه كنها تناسلت وأدت إلى وجود قناع لدى العالم العقل الغربي إلى وجود ثابت يشمل الجميع وهذا اللي خلى العقل الغربي هو المتفوق على الجميع لأنه دائما يشعر بوجود ثوابت خارج الذات وهذه الثوابت هي التي تتحكم بالذات أيضا تتحكم بكل شيء عندما ظهرت ظهرة بعد عصر النهضة الإيطالية وبعد ذلك عصر عصر التنوير وبدأ بعد هؤلاء بدأ اكتشفوا قوانين الكون ونيوتن خاصة ولماذا من أين أتت فكرة وجود قوانين تحكم الكون فكرة وجود ثابت هي أصلا من اللحظة الأولى اللي بدأ طاليس قال هناك ثابت موجود في الطبيعة وهذه الطبيعة تعمل ضمن هاي الثابت ولحد الآن وصلوا لقواعد أساسية واكتشفوا قوانين كل قوانين اكتشفوا والآن مشكلة ثم توحيد هاي القوانين في قانون واحد هي المشكلة تخيلوا فأنت أي حركة أي جسم يتحرك في الكون الآن تستطيع أن تتعرف تتوقع بعد ألف سنة ونيروح ونيوصل أي شيء هستطيني معادلة طلقت ياها أي شيء يتحرك من مكان مكان بس تطيني عوامل الجو الحرارة والاحتكاك وما لذلك والكتلة الجزء من كتلة وهكذا يعرفوا يعني كل القوانين فهي ثوابت فأنت تشعر بوجود ثابت خلاص انت الآن في طريق سليم لكن مشكلة للمجتمعاتنا الشرقية يعني نؤمن بالثابت موجود في الغيب يعني فلا حاجة للبعث عنه ما أدنى رغبة بالاستكشاف إنما هذا الغيب موجود وكل واجبنا أنه نحن نتمسك بهذا الثابت اللي هو لا مكان ولا زمان وهين وجد أيضا فموجود في شيء غامض غير مفهوم ولا نستطيع اكتشافه ولا نستطيع نختراب منه ولا وحيانا حتى وصل إنه الإله لا يصح تنطق بإسم الإله عن اليهود وتختار أسماء أخرى ونقول الله جل جلاله عن المسلمين أيضا فبالتالي وحتى تدقى العقائد المختلفة إلى هذا ما أحد يقرر شلو الموضوع يعني واحد يقول هو جسد واحد يقول هو جسمي ذاك يقول هو قدري أشكال مختلفة من العقائد خاصة عند المسلمين فبالتالي نحن الثابت مالتنا ثابت مغلق على نفسه يبلع نفسه بنفسه ويرفض الانفتاح ويرفض أن يكون جزء من هذا العالم بالأكس يعتبر هذا العالم الأدنى أو الحياة الدنيا فتحيلوا الموضوع بينما عندما تروح للصين والهند تجد الموضوع مختلف عندما الغرب بعد ذلك انكوى بنار البلاعة أو البالوعة أو الدوامة التي تأكل نفسها بنفسها الدوامة الشرقية التي تأكل نفسها بنفسها فهذه الدوامة هي التي جعلتنا متخلفين دائما ونعتقد بأننا كل ما علينا نفعله يعني نحرص على الثوابت ولا نخرج عنها بأي شكل من أشكال المهم هناك بعض الأشياء عندي هناك جون هيك كما قلت جون هيك ماذا يعتقد يعتقد بأن المعتقدات الدينية تعبير عن الحقيقي بذاته ما يسميه الحقيقي بذاته لماذا يقول بأتباره واقعا فعليا في التجربة الإنسانية والديانات بهذا المعنى تعبيرات عن هذا الحقيقي بذاته وهي إما أن تشخصنه أو لا تشخصنه ويكمل الفرق في الديانات عنده في مدى تأسس هذه الديانات على التبديل الطبيعة الإنسانية في اتجاه التحرر والخلاص لماذا يقول لأن فكرة الخلاص راجحة في أغالبية الديانات الكبرى وعلى هذا الأساس هو يعتبر هذه الديانات في حالة تحالف أو ترابط مع هذا الحقيقي هذي أشوف المصدر جون هيك سنة 1889 هذا هو هذا يقول أن هناك هذه الديانات دائما في حالة تحالف أو ترابط مع هذا الحقيقي الذي يكمل خلف الظواهر والحقائق المتغيرة والزعفة هنا أيضا هذا وليام جيمس أيضا اللي توفى سنة 1810 وأيضا الشلاي ماخر الألماني اللي صاحب جماعة بول هرمونيطيقة مؤسسة هرمونيطيقة اللي توفى سنة 1834 يرون هذا يعني ينتمون إلى هذا التقليد نفس فكرة الكائن الحقيقي وأيضا ما يسميه جون هيك الحقيقي بذاته طبعا وأيضا أوتو أدى بعد ذلك رح يسوي الحلقة خاصة هرمونيطيقة يا أركان للدين ماذا يقول هذا الدين يتألم هذا الدين يتواصل مع اللانهائي في النهاي ثانيا الاستسلام الكامل واعتماد الكلي على المقدس فور التعرف عليه باعتباره مرجعيا هنا فكرة قريبة لهذا لكن بطريقة مختلفة ماذا يقول أن الاستسلام الكامل واعتماد الكل على المقدس فور التعرف عليه باعتباره مرجعية أنا ماذا أقول؟ أقول أنه هنالك ثابت هاي الثابت هو المرجعية وليس المقدس المقدس هو كلمة غامضة لكن هذا الثابت داخل الإنسان موجود ولكن ليس بمعنى أنه شيء يعني عضو إنما أنت تحيين يجب أن تثبت نفسك في في أحداثيات الزمان ومكان يعني بضبط الأحداثيات الديكارتية لاتكم اطلاع على التفاضل التكامل فدائما الإنسان يجب أن يثبت نفس المكان وإلا أنت أين لن يكون لك أي تعريف ولن يكون لك أي هوية لن تكون لديك حدود بينك وبين الآخرين فكل الشيء موجود داخل هذا النسيج الكوني أو النسيج الطبيعة أو النسيج الكوني هو التعريف الأصح لابد أن يكون لديه ثابت وإلا ضاعت الحدود وفقد هويته وفقد تكوينه وفقد كينونته وبالتالي الدين هو هذا التعريف لهذا الثابت فيقول لنا باعتباره مرجع الخلاص أيضاً وين؟ هنا فكرة الخلاص تأتي يعني المقدس أصبح مرجعية وخلاص كما يقول الثابت هو المرجعية الإجبارية التي لا يمكن أن تكون اختيارية وأن ممكن أن تكون اختيارية بس لا يمكن أن تتخلى عنها يعني طوعاً أو كرها لابد أن يكون لديك ثوابت خاصة بك كل إنسان وكل كأنحي أيضاً هذا التثبيت عملية التثبيت هي الخلاص ماذا يفعل الإنسان؟ الإنسان يشور المتغيرات يعي هذه المتغيرات حوله الكثير جداً فماذا يفعل؟ لديه الثابت لديه نزوء فطري الثابت أو نزوء تكويني وليس فطري كلمة فطرية بها بها يعني أبعاد دينية نزوء تكويني لوجود داخل الثابت لكن بإمكانه أن ينوع هذه الثوابت بوعية وفكرة ومن خلال محيطة ومجتمعة بسبب وجود هذه القشرة الدماغية التي تطورت لديه وهي يمكن مساحة سمكة مليمتر أعتقد مش كثير يعني لأنه تطورت خلال 200 ألف العام الأخيرة هذه القشرة جعلتنا نفكر في ثوابتنا لكن هي بالحقيقة ما لانا أعرف ما أقدر أجز بين هذا الثابت الذي هو الذي ابتكره الإنسان المعاصر أو الإنسان هو ثابت اختياري ومسألة الوعي واللاوعي وحرية الإرادة لفريويل هذه مسألة يعني موضوع آخر لكن أموما هذا الثابت بالإنسان بإمكانه يكون مسيحي بإمكانه يكون مسلم بإمكانه يكون بوذي لكن هذه عملية صعبة جدا لأنه يولد على هذا الثابت ويتعول عليه وتشكل دماغه وتكوينه على هذا الأساس يعني بالضبط مثل النهر حفر طريقة فأنت لا تستطيع تغيير هذا المسار النهر لابد أن تسير في هذا المسار ولن تستطيع أن تسير في نهرين في آن واحد يعني ليس المشكلة الآن ليس أن تعبر النهر مرتين كما يقول هرقليغس أن المشكلة ليس أنه لا تستطيع أن تسير كإنسان في النهر مرتين يعني أو أنت تسير هذا المسار الثابت ببعد خلاص صار طريقك تتهر موضوع يعني أنت ولدت مسلم مجتمع مسلم أصبحت إلى النهاية مسلم وبالكاد تستطيع تغيير الطريق لكن يبقى الطريق الأساسي هو الذي شكل وعيك وذهنك وهذا السبب الذي يعني هو عجينة بماغي الإنسان عده أمكانات أولية كما يقول مقولات أساسية كاتيجوريز عده إيمانويل كانت هاي الكاتيجوريز هي التي تشكل الهاردوير الخاص بك والسوفتوير وما يأتي بعد ذلك وعملية حشو حشو وخبرات وصوفتويرات ثانوية الأركان الدين أندشلاير ماخر يقول أن أولا التواصل مع اللانهائي في النهائي الاستسلام الكامل والاعتماد كله على المقدس فورا التعرف عليه باعتباره مرجعية وثالثا أن هدف السلوك الديني أو التدين هو الخلاص وهو موجود أين في الآخرة حسب قول إشتاير ماخر وهذا أيضا يكمن الخلاص في الوعد والأمل ووجود معنا للحياة وهي طبعا كلمة المعنى أيضا معنى الحياة معنى الدين معنى الإنسان هذه واحدة من الخرافات الأخرى الخاصة واحدة من أشكال التعبير عن هذا الثابت الذي أتحدث عنه فهو يقول أيضا ليس بالضرورة أن يكون الخلاص في الآخرة وحدها وهو عند إشتاير ماخر يكمن في الرؤية الكلية للكون والانسجام فيه والتوحد معه هذا مصدر معلتها حروف صغيرة بالألماني ما أعرف الفضاء فهو هذا اللي يتحدث عنه فيقول أيضا فأيضا يوضح أنه قد يكون الخلاص مثلا هو الراحة النفسية الداخلية أو الخلاص من عدم الارتياح أو القلق الوجداني الذي يسببه فعل الشر لفاعله كما سبق أن أشرنا يعني كما هو كما يقول بصبته أساس الأخلاقين الذي يدين عنده مثلا هذا هو علينا أن نفهم هذه الحقيقة قالوا هنا هناك أحكالات لكن ليست على طريقة اليسار في البداية أو على طريقة جبارة أو خرب الأصابات والأنصار منصور الناس ما أيضا شوفوا جميع الباحثين علي طلع الرجل ده يتكلم صحيح جرى حلوة لا 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 يشنفك لا أخبرنا هكذا الألم الذي يقوم على طربيات ألمية وفي كل مكان هذا الآخر مختلف كل مكان أرضا بالسابق القلبة ولكن تصور هذا الفعل هذا العمل يدد بين يدينا عشر سنوات ومصاتر سنة وين راح نوصل؟ راح نوصل لمراحل لم يكن نحن بيها